رضي النظر عن كلفيتك أخي المشاهد نرجوك أنك تفكر في خلاص نفسك تفكر أي إله تعبده هل هو إله المحبة أم إله الانتقام هل هو إله الغفران المسيح قال أنه يجب أن نحب أعدائنا نسامح الذين أساءوا إلينا لكن هناك كتب تكتب يقول كل من يعتدي عليك تعتدي عليه بمثل ما عتدى عليك فهذا ليس هو إله حقيقي الإله الذي يطلب بنا أن نرد الكيل بالكيل والعين بالعين والسن بالسن ليس هو الإله الحقيقي فيجب أن نفكر دوما أي إله نعبد هل هو إله المحبة أم إله الانتقام والجور والبغضة والحقد والكراهية الحادثة التي تكلمنا عنها اليوم حادثة المرأة السامرية هذه المرأة التي قنت من جنس آخر كانت تعتبر مثل ما اتفضل قس جوزيف كان السامريين هم أعداء لليهود ولكن المسيح أحبها من كل القلب وأتى إلى هذه المنطقة يقول الكتاب المقدس كان لابد له أن يشتاز السامر كان لابد له فأتى إلى المدينة والتقى بنفس محتاج إليه كان أتى لهذا المكان من أجل غرض معين والله اليوم يبحث عنك الله اليوم يريدك أن تأتي إليه مثل ما أتت إليه هذه المرأة البعيدة عن الرب التي كانت من الزوجة خمس أشخاص وعايشة مع شخص بدون زواج ربما أنت تكون مقيد لعادة رديئة ربما تكون مستعبد لعادة ذميمة مربما تكون متسيطرة عليك أعمال ردية لكن تأكد أن الرب سوف يحلك من قيود الخطية ويحررك من قبضة إبليس كما حرر هذه المرأة وجعلها إمرأة قديسة واعترفت بماضيها الأسود واعترفت بخطاياها يا ليتك اليوم تأتي تعترف للرب تقول يا رب أنا أخطأت إليك أنا قسرت وصاياك أنا لم أعرفك المعرفة الحقيقية كنت مغسولة دماغ كان إلهي شكل آخر لكن اليوم أنا سمعت عنك من خلال هذا البرنامج أنك إله المحبة إله التسامع إله أظهرت ذاتك للبشر في شخص ابنك يسو ليتك عزيزي المشاهد في هذا اليوم تغتنم هذه الفرصة تسرع إلى قبول المخلص الفادي المكتوب عنه حتى في كتب المسلمين هو الغلام الزكي هو الذي يحيي الموتى هو الشفيع هو الوجيه في الدنيا والآخرة هو من المقربين هو المولود ولادة عذراوية ثريدة من نوعها هو الخالي من العيوب الخالي من الخطايا هو الذي امتلأ هو الذي كلمة الله هو الروح الله تعالى إليه هذا اليوم من أي بلد أنت من أي جنسية أنت من أي عقيدة أنت يرحب بك ويحبك المسيح ليس متعصب لطرف معين المسيح ليس يحب شخص ويكره آخر المسيح يحب الجميع قاطبة مات من أجل الجميع مات من أجلك ومن أجل آني فليتك في هذا اليوم تقبل فداء المسيح أنت أخي المسلم اللي تذبح الخروف في يوم العيد أو تذبح الخروف في مكة في الضحية لمن هذه الضحية حتى مكتوف فديناه بذبح عظيم ما هو الذبح العظيم؟ هل هو هذا الخروف الصغير؟ الذبح العظيم هو شخص المسيح الشخص الفريد من نوعه الذي لم يولد شخص مثله ولم يعيش شخص مثله تعال وليكن لقاءك به لقاء حقيقي كما التقت المرأة السامنية لا يفيدك التعصب ولا تفيدك العادات والتقاليد والمبادئ التي توارثتها عن الأباء والجدود ليتك تتخل عنها في هذا اليوم ليتك تأتي كما أنت بخطاياك والرب قادر أن يرفع خطاياك وذنوبك تعال واختبر المسيح كما اختبرته المرأة السامرية وكشف عن ما في قلبها وتكلم عن الساجدون الحقيقيون يا ريتك اليوم تسجد لإله المحبة لإله المغفرة للإله الذي سيقدر يسامحك على خطاياك ويغفر ذنوبك كما غفر لهذه المرأة ولكل الذين التقى بهم المسيح في كلمة في الإنجيل المقدس عزيز المشاهد دعونا نأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم ابقوا معنا لقرون عديدة كان الشرق الأوسط ولا يزال مصرحا للنزاعات السياسية والدينية حوالي ألفين عام مضت أحد هذه المنازعات كان بين الأمة اليهودية والسامريين هذه قصة الإمرأة السامرية الوقت ساعة الظهيرة وأيضا لكثيرين كان وقت الاسترخاء وكانت هناك إمرأة سامرية ذهبت إلى بئر عقوب منفردة لتستقي ولكن هناك رأت رجل يهودي سنين طويلة من العداء بين السامريين واليهود وهي لم تشعر بالارتياح في وجوده عند البئر ولكن ربما كان عطشان ترجمة نانسي قنقر سهلا للمشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه اللحظات الأخيرة من برنامجنا وأقرأ على ما سمعكم في برنامجنا اليوم تحت عنوان جوع وعطش الإنسانية للذات الإلهية ونتكلم عن الجوع وعن العطش الروحي في هذه الحلقة بصفة مستمرة وشواهد كثيرة من كلمة الله عن هذا الجوع وعن هذا التعطش وفي إنجيل البشير يحنى الفصل السابع والعدد السابع والثلاثين اسمعوا ماذا تقوله كلمة الله عن الجوع عن العطش وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا أن الروح الخدس لم يكن قد أعطيه بعد أن يسوع لم يكن قد مجده بعد إن عطش أحد فليقبل إلي الدعوة في نهاية برنامجنا مفتوحة هل أنت بتحفر لنفسك أبار مشققة لا تضبط ماء في هذه اللحظات مملوء بالهموم مملوء بأشياء اللي حصر لها في الحياة تحملها على كاهلك وقد أحنت كاهلك مملوء بالأتعاب مريض ربما أنت مقعد على فراش البرد ربما تقول ليس هناك من يستجيب وليس هناك من يسمع ولما بنشوف القصة بتاعة الغني والعازر وأن الغني رغم كل غناء على الأرض وشهرته على الأرض كان عطشان عندما أخذ إلى مصيره الأبدي في جهنم عطش ومن ضمن الأشئلة التي طلبها ارسلوا لعازر لكيما يبتل إصبعه ويضعه على لساني الوقت قد فات الأوان لا أحد يستطيع أن يروي زمأك بعد فوات الأوان عزيز المشاهد